الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الإيمان من مختصر صحيح الإمام البخاري رزقنا الله وإياكم الإيمان والتقوى فعلنا نواصل قراءة أحاديث هذا المختصر الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات فقال ابن عمر رضي الله عنهما أكثر أبو هريرة علينا فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرتنا في قراري تكثيره قوله هنا من اتبع جنازة أي سار معها من أجل أن يكون مصليا عليها أو مشاركا في دفنها وقد اشترط هنا للأجر الأمرين مع الصلاة والدفن وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تبعها حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يصلى عليها وتدفن يكون له قراطان ومتوافق مع ما ورد في هذا الخبر وقوله من اتبع أي سار مع الجنازة ولا يشترط أن يكون خلفها ولا يشترط أن يكون ماشيا على قدميه فسواء كان راكبا أو كان ماشيا وسواء كان أمامها أو معها أو خلفها فالجميع يقال له اتباع للجنازة والجنازة قد مثلتة الجيم تطلق بكسر الجيم وبفتحها وبضمها وبعض أهل اللغة فرق بين هذه الألفاظ وقوله هنا إيمانا أي تصديقا بوعد الله جل وعلا وقوله احتسابا أي أملا في الحصول على الأجر والثواب قوله وكان معه يعني مع الجنازة أو مع المسلم الذي تبعه حتى يصلى عليه عن صلاة الجنازة ويفرغ من دفنها أي تدفن قوله فإنه يرجع أن يعود والمراد أنه يحصل على قراطين من الأجر وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القراط بالجبل العظيم وجعله مثل جبل أحد وهو جبل كبير جدا والقراط في لغة العرب يراد به الجزء من أربعة وعشرين جزءا ولذا قال بعض أهل العلم بأن المراد بذلك الجزء من عمل ذلك العامل الذي توفي من عمل المتوفى وفي هذا الحديث من الفوائد دخول الأعمال في مسمى الإيمان ومن ذلك اتباع الجنائز والصلاة على الجنازة ودفن الجنازة فهذه أعمال وقد أدخلها في مسمى الإيمان مما يرد على قول المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان وفي هذا الحديث دلالة على أن المعول عليه في تحصيل الأجور هو النية فلا يكون للإنسان أجر على عمل حتى يكون ناوياً له يريد بذلك احتساب الأجر الأخروي وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الجنازة وقد تواترت النصوص بذلك وفي هذا الحديث أيضاً أن دفن الجنازة عبادة يتقرب بها لله تعالى وفي هذا الحديث أن الناس يتفاوتون فالوجور التي يحصلون عليها بتفاوت الأعمال التي يقومون بأدائها وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد والاستدلال به وفي هذا الحديث الشهادة بصدق المتكلم متعلم الإنسان صدقه وفي هذا الحديث تحسر الإنسان على فواتي الأجور والطاعات التي فاتته كما كان ذلك من ابن عمر رضي الله عنهما أحسن الله إليكم قال عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قوله هنا سباب أي القدح في الآخرين أمامهم وعند سماعهم وقوله فسوق يعني ذنب ومعصية وقوله هنا قتاله أي المشاركة معه في القتال بمعنى أن يكون مضادا له ولم يقل هنا قتله وإنما قال قتاله والقتال يكون مفاعل بين إثنين وقال هنا كفر ونكرها ليبين أنه إنما أراد الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الإسلام وقد جاء في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون يخوة فأصلحوا بين أخويكم فانظر كيف وصف المقتتلين بالإيمان بقوله وإن طائفتان من المؤمنين إلى قوله إنما المؤمنون يخوة ثم وصفهم بالأخوة ومثله في قوله تعالى فمن عفئ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف في مسألة القصاص والقتل المتعمد مما يدل على أن المراد هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج به لإنسان من الإسلام ففي هذا الحديث تحريم القدح في الآخرين في وجوههم وتحريم السب للمسلمين وفي هذا الحديث بيان أن قتال المسلم كبيرة من كبائره الذنوب وفي هذا الحديث التحذير من الذنوب التي قد تدفع النفوس إليها ويكون فيها إثم كبير حسنا الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فنال وفلان فرفعت عسى يكون خيرا لكم فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة قولوه هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أي خرج من بيته أو من محل اعتكافه كأنه أخبر بليلة القدر أي ليلة في تلك السنة وخرج يخبر الناس أن يعلمهم ويبين لهم أي ليلة هي ليلة القدر والصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين ليالي العشر وأنها لا تثبت في ليلة بعينها ويدل على ذلك أن هذا الحديث حصر ليلة القدر في ثلاث ليالي الليلة السابعة والتاسعة والخامسة وبينما ورد في أحاديث أخرى أن ليلة القدر كانت في غيرها وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في صبيحة ليلة القدر يسجد في ماء وطين فنزلت الأمطار صبيحة يوم واحد وعشرين فوكف المسجد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وسجد فيه فكانت ليلة القدر في تلك السنة هي ليلة إحدى وعشرين مما يدل على أن ليلة القدر تتنقل ما بين ليالي العشر وقوله فتلاحى أي تخاصم وتراد إثنان في القول وقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت ليس المراد رفع ليلة القدر بدلالة أنه قال بعد ذلك التمسوها وإنما المراد رفع العلم بها بحيث بقيت على إخفائها قال وعسى أن يكون خيرا أي لعل أن إخفاءها وعدما تحديد ليلة القدر بعينها يكون خيرا للناس فإنهم بذلك تزداد عبادتهم ولا يحصرونها في ليلة يظنون أنها ليلة القدر بل يعبدون الله ويتضرعون بين يديه في جميع هذه الليالي قوله فلتمسوها ويبحثوا عنها في هذه الليالي الثلاث ليلة السابعة والعشرين وليلة التاسع والعشرين وليلة الخامس والعشرين ففي هذا الحديث من الفوائد أن ليلة القدر متنقلة وأنها لا تثبت على ليلة بعينها وفي هذا الخبر فضيلة ليلة القدر حيث يؤمر الناس بالبحث عنها وبالتماسها وبالتماسها وفي هذا الحديث بيان الأثر السيء للمخاصمة والنزاعات التي تكون بين الناس وفي هذا الحديث أنه قد يرفع العلم بشيء بسبب ما يكون عند الناس من المخالفة للشارع حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية ثم أدبر الرجل فقال ردوه علي فأخذوا لي ردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم قوله في هذا الحديث عن أبي هريرة هكذا هي رواية الصحيحين في حديث جبريل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ودخرج الإمام مسلم قصة جبريل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول حديث في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس أي كان ظاهرا جالسا بينهم يشاهدونه ويطلعون عليه وعلى أحواله فبينما هو جالس فيما بين الناس يشاهدونه إذ جاءه رجل يعني على هيئة الرجل المعتادة لا يرون فيه ما يريبهم أو يشككهم فيه فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فالإيمان بالله ربا والإيمان به معبودا والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بالملائكة في جملتهم بأن نؤمن أن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ونؤمن بمن سمى الله منهم سواء بإسمه أو بما يؤديه من عمل وهكذا يؤمن بلقائه فيؤمن بأنه سيلقى الله تعالى ليحاسبه على أعماله ويؤمن برسله وأنبيائه وكذلك يؤمن بالبعث الآخر فإن البعث راد به إحياء النفوس وقيل له البعث الآخر لأنه قد أحيي الناس الحياة الأولى في الدنيا فما يكون يوم القيامة هو البعث الآخر وقوله في تفسير الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به أي تصرف كل أعمال العبادات لله ولا تجعل شيئا منها لغيره سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك قال وتقيم الصلاة أي تقوم بأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها وتؤدي أي تصرف وتعطي الزكاة المفروضة أي الواجبة وتصوم رمضان أي شهر رمضان بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان فسأله عن الإحسان ففسره بأنه أن يعبد الله يعني أن يجعل عبادته لله تعالى على أكمل الوجوه بحيث يراقب أو يستشعر أن الله تعالى يراقبه ويراه فكأنك تراه أي كأنك تشاهد الله عز وجل أثناء عبادتك ومن أدى أعماله وهو يستشعر أن هذه المعاني كان ذلك أدعى لإكماله وإتقانه وقد جعل الإحسان على رتبتين الأولى كأنك تراه أي يتعلق بمشاهدتك أنت له والثانية كأنه هو يراك فهتان مرتبتان من مراتب الإحسان فقال الرجل متى الساعة أي ما وقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا اللفظ نفسه بأعلم من السائل أي هذا الرجل الذي تصور بصورة الرجل فإن المراد به جبريل عليه السلام وكلاهما لا يعلم متى الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ولكن سأخبرك أي سأعلمك وأحدثك عن أشراطها أي عن العلامات الدالة على قرب وقوعها فالعلامة الأولى إذا ولدت الأمة ربها فالأمة هي المملوكة وربها يعني سيدها الذي يملكها وقد وقعت اختلافات كثيرة في هذا المعنى فقيل بأن المراد به كثرة السبي بحيث يطأ الرجال هؤلاء الإيماء المملوكات وبالتالي تلد لسيدها ولدا يكون سببا لعتقها فبالتالي يكون قد أنعم عليها بالعتق وعلى كل فهذه علامة كائنة لا محالة قال ومن علامات الساعة أنك تشاهد رعاة الإبل أي أولئك الذين يقومون برعاية الإبل وتربيتها والاعتناء بها الإبل البهم يعني التي لا تتحدث يتطاولون في البنيان أي يبنون الأدوار العالية ويبنون البنيان الطويلة والمشاهد في زماننا هذا وجود التطاول في البنيان حيث نشاهد من حال الناس أنهم يبنون العماير الكبيرة ذوات الطوابق العديدة وورد في بعض ألفاظ هذا الخبر أنه قال إذا كان الحفات يعني الذين ليس لهم أحذية العرات الذين ليس لهم ثياب يكسون بها أبدانهم رؤوس الناس أي سادتهم وكبراءهم وقوله في خمس يعني أن الساعة إحدى الأمور الغيبية التي لم يطلع الله جل وعلا عليها أحدا من خلقه ذكرت في آخر سورة لقمان في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فهذه الأمور مما استأثر الله تعالى بعلمها قال ثم أدبر الرجل أي ولا منصرفا قد أعطاهم دبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده علي أي اجعل هذا الرجل يعود علي ويأتيني مرة أخرى فذهبوا يبحثون عنه وأخذوا أي أنهم أخذوا الطريق إليه من أجل أن يردوا ذلك الرجل فبحثوا عنه فلم يروا شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاءكم هو جبريل الملك المعروف الذي ينزل بالوحي جاء أي حضر إلينا من أجل تعليم الناس دينهم ففي هذا دلالة على أن الدين يشتمل على المراتب الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان ففي هذا الحديث من الفوائد التعريف بأركان الإيمان ويضم هذا الحديث مع بقية الأحاديث التي فيها أركان الإيمان فإن الأحاديث يصدق بعضها بعضا وقد يذكر أهم الأركان اكتفاءا بها وفي هذا الحديث وجوب الإيمان بأركان الإيمان وفي هذا الحديث وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى وفي هذا الحديث أن الإسلام لإنسان لا يكون إلا بمداومته على هذه الأركان وفي هذا الحديث فضيلة الإحسان وعلو درجة صاحبه في هذا الحديث ترغيب الناس في استشعار مراقبة الله تعالى لهم وفي هذا الحديث أن الساعة قد أخفي وقتها فلا يطلع أحد على وقت قيام الساعة وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها اعتذر عن الجواب فيها وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يسأل مسألة لا يريد ذات المسألة وإنما يريد أمرا آخر كما لو أراد تعليم الحاضرين وفي هذا الحديث استحباب شغل المجالس بطلب العلم وبث المعلومات التي تعود على الناس بالنفع في دينهم وفي هذا الحديث بيانوا أن الساعة لها علامات كبرى ولها علامات صغرى وقد ذكر في الحديث بعض العلامات الصغرى والعلامات الكبرى قريبة الوقوع يتكون الساعة قريبة الوقوع منها ومن شأنها أن تكون عامة لجميع الناس وفي هذا الحديث جواز تطاول الناس في البنيان فإنه لم ينكر عليهم هذا التطاول وإنما أخبر أنهم يفعلونه وفي هذا الحديث جواز رعي الإبل وامتهان ذلك وفي الحديث أن الله جل وعلا أخفى خمسة أمور لا يطلع أحد عليها وقوله عنده علم الساعة أي أنه جل وعلا يعلم وقت حصول الساعة التي تبعث أو يبعث الناس فيها وقوله وينزل الغيث أي أنه الوحيد الذي يتمكن من إنزال إلى أمطار فإن قال قائل بأن الناس يبثون شيئا من المواد على السحاب فيمطر فيقال له هم لم ينزلوا الغيث وإنما بذلوا سببا من أسبابه كما أن الناس يدعون الله تعالى لينزل الغيث فهذا الدعاء سبب من أسباب نزول الأمطار ومع ذلك لا يعد إنزالا للغيث فهكذا هذه المواد التي يبثونها وكم من مرة بثوا هذه المواد فجاءت الأمطار في مكان آخر غير ما يؤملونه وقوله ويعلم ما في الأرحام أي أن الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام ولم يذكر العلم ما هو فيشمل جميع ما يتعلق بالأجنة ومن ذلك أنه يعلم الشقي من السعيد منهم ويعلم ما سيكون منهم من الحوادث والقصص وأما تحديد جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى فقد يطلع عليه بعد مضي مدة من مدة الحمل وهذا لا يكون إلا بعد أن يعلم به الملائكة فإنه إذا نفق فيه الروح أعلم الملك بما يتعلق بهذا الجنين ومنها هل هو ذكر أو أنثى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الملك يطلع على جنس الجنين وهو في بطن أمه فدل هذا على أنه في ذلك الوقت لا يعد مما استأثر الله بعلمه وفي هذا الحديث إلقاء المسائل على الشخص من أجل تحريك العلم وبثه وفي هذا الحديث فضيلة تعليم الناس أمور دينهم في هذا الحديث أن الإنسان قد يعلم المسألة فيسأل عنها من أجل أن يستفيد من جوابها أهل المجلس حسن الله إليكم قال عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه وكان لمستبان أترك ومن وقع في الشبهات أوشك أن يواقع مستبان كراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حماء ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قوله هنا الحلال بين أي أن الأمور المباحة قد اتضحت وعلم الناس بها والحلال يراد به الفعل الذي أباح الله الإقدام عليه وقوله بين أي أنه واضح فما حله الله فأمره واضح لا إشكال فيه وهكذا ما فيه دليل تحريم هو أيضا من الأمور الواضحة ولذا قال والحرام بين وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور أي أفعال مشبهات يعني أنها مما يقع التردد فيه والاشتباه قد يكون بسبب تنازع الأدلة في المسألة وقد يكون بسبب التردد في وجود علة الحكم وقوله لا يعلمها كثير من الناس أي لا يعرفون حكم الشرع فيها وهذا فيه دليل على أنه يوجد ناس يعلمون أحكام هذه المشتبهات وأنه لا يمكن أن تكون هناك مسألة يجهلها جميع الناس قوله فمن اتقى الشبهات المشبهات أي من ترك هذه المشبهات ولم يقدم عليها المشبهات يعني ما اشتبه على الإنسان هل هو من المباحات أو من المحرمات فمن ترك هذه المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لماذا استبرأ لدينه لأنه تأكد أنه لم يفعل الحرام واستبرأ لعرضه فإنه صان عرض نفسه من أن يتكلم فيه الآخرون بأنه يقدم على الذنوب والمعاصي وكان لما استبان أترك فإذا كان يترك المشتبهات فمن باب أولى أن يترك ما اتضح تحريمه قال ومن وقع في الشبهات أي من كان من شأنه أن يفعل هذه الأمور المشتبهة ويجترئ عليها مع أنه يوجد في نفسه شيء من الحسكة تجاهها فحينئذ ما يفتأ قليلا إلا وقد وقع في ما يتضح أنه من المحرمات وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي تكون معه أغنام يرعى بها حول الحمى أي المكان الذي منع الناس من دخوله والرعي فيه فإذا كان رعيه بجوار الحمى فإنه من حيث يشعر أو لا يشعر سيأتي بعض غنمه إلى مكان الحمى ويجترئ عليه ثم قال هكذا من كان كان يقع في المشتبهات فإنه لا يفتأ أن يقع في المحرمات وضرب لذلك أو بيّن أن لكل ملك حمى أي لكل ملك مناطق يمنع الناس من الدخولها أو الرعي فيها ثم قال ألا إن حمى الله محارمة يعني أن ما منع الله الناس منه هو تلك الذنوب والمعاصي ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة يراد بالمضغة قطعة اللحم سميت بهذا الإسم لأنها على قدر ما يمضغ بالفم أو على شكله ثم قال إذا صلحت يعني هذه المضغة فإن الجسد كله يصلح وتستقيم أموره وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله ألا وهي هذه المضغة هي القلب لأن القلب محل للنية والإخلاص لأن القلب محل للعبادات القلبية من الخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك ولذا كان للقلب مكانته وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا قد جعل كثيرا من المباحات والمحرمات واضحة المعالم يعرفها الإنسان ولا يتردد في معرفتها وفي هذا الحديث وجود أمور مشتبهات يحتمل أن تكون من المباحات ويحتمل أن تكون من المحرمات وقد مثلت لذلك بالمواطن التي يقع فيها تنازع بين الأدلة ومثله أيضا المسائل التي يشتبه هل وجدت فيها علة الحكم أو لم توجد ومثل هذا أيضا مواطن الخلاف بين أهل العلم ومن ثم يقال بأن مما يشرع اجتناب مواطن الخلاف وقد قرر أهل العلم في ذلك قاعدة بأن ترك المشتبه من الورع وفي هذا الحديث الترغيب في ترك الأمور المشتبهات والتحذير من قربانها وهذا يفسر ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك يعني اعمل بالاحتياط بحيث لا يبقى في صدرك شيء من التردد لألا تكون مما وقع ممن وقع في الحرام وفي هذا الحديث ضرب الأمثلة التي تتضح بها الأحكام يكون هذا من أسباب فهم الناس ومن أسباب قناعتهم وفي هذا الحديث يواز الاستدلال العقلي الذي يجعل الناس يلتزمون بأحكام الشرع وفي هذا الحديث أن من يقع في الأمور المشتبهات فإنه سيقع في المحرمات وفي هذا الحديث التحذير من قربان المعاصي والتأكيد على عدم فعل ما يوصل إلى هذه المعاصي وفي هذا الحديث الاعتناب القلب وأن عليه المعول وأن الإنسان يتصلح حاله متى صلح قلبه وتفسد متى فسد قلبه في هذا الحديث بيانه أن أركان الإنسان لها أصل يتبعها غيرها من الأركان أحسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نأخذ به عنك ونخبر من وراء نا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعقد بإصبعه واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعط من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن من تذب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبرو بهن من وراءكم قوله هنا إن وفد عبد القيس عبد القيس قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن في شرق الجزيرة وكان لهم حضارة ومدن كما كان منهم بادية قال وفد عبد القيس أني أن قبيلة عبد القيس أرسلت مجموعة ليمثلوها عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا عليه ودخلوا عليه في المسجد سأل صلى الله عليه وسلم من القوم أي من أي قبيلة أنتم وما شأنكم وفي لفظ قال من الوفد أي أنتم تفدون إلي عن أي قبيلة فقالوا ربيعة يعني أنهم يرجعون إلى قبيلة ربيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد أي أنه يرحب بهم ويستقبلهم ويصف محله بأنه يسعهم ويكون رحبا عند وفودهم إليه وقولهم غير خزايا أي لم يصبهم شيء من الذل والصغار ولا ندام أي أنهم لا يتأسفون على شيء مما مضى بل يفرحون بهذا القدوم ويغتبطون به فقالوا يا رسول الله إن أي نحن هذا الحي من قبيلة ربيعة وإن نأتيك من شقة بعيدة أي نفد إليك من بلد بعيد بحيث تلحقنا المشقة بسبب وفودنا إليك وإن لا نستطيع أي لا نتمكن أن نأتيك أي نصل إليك إلا في الشهر الحرام يعني شهر رجب أو شهر المحرم أو ذي القعدة أو ذي الحجة فهذه أربعة الأشهر الحرم وذلك لأنهم يمرون بقبائل شتى فيخشون من هذه القبائل أن يصطوا عليهم وأن يأخذوا ما لديهم من الأموال والركاب ولذلك لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام وأما غير ذلك من الأشهر فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليك ولا أن يخلصوا إلى بلدك قال فمرنا أي ليكن من شانك أن تحثنا وأن ترغبنا على أمر عظيم أمر فصل أي شيء تكون به الفصل بين الحق والباطل نأخذ به عنك أي أننا نلتزمه ونعمل به ونخبر من وراءنا أي نعلمهم ونبلغهم وندعوهم وندخل به الجنة فمرادهم يقول الجنة وسأله عن الأشربة يعني ما الذي يجوز شربه وما الذي لا يجوز قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أي ألزمهم بهذه الأربع ونهاهم عن أربع أي أوجب عليهم ترك أربعة أمور أما الأمور التي أمرهم بها فأمرهم بالإيمان بالله وحده ثم فسر ذلك فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده فقالوا الله ورسوله أعلم وهذا إنما يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وذكر أركان الإسلام التي وردت في حديث أبي هريرة وما ذاك إلا أن لفظة الإيمان تطلق ويراد بها الإسلام وهكذا العكس فهما لفظان يجزئ أحدهما عن الآخر متى لم يذكر اللفظ الآخر معه وقوله في هذا الحديث وصيام رمضان هكذا ورد في بعض روايات الخبر وفي بعضها لم يرد ذكر الصيام ولعل ذلك أن الصيام لم يشرع بعد فإن وفد عبد القيس قد بكروا في قدومهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من أركان هذا الإيمان أن تعطوا من المغنم أي تؤد الخمس من المغانم والمغانم ما يحصل من قتال الكفار ونهاهم فخمس ما يحصل من المغانم يقسم على ما ذكره جل وعلا في قوله وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية وقوله ونهاهم عن أربع أي عن أربعة أمور الأول عن الشراب الذي ينتبذ أن يطرح في الحنتم والحنتم طين وشعر ونحوه يضم ويجمع حتى يكون جرة خضر فهذه الجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب مما انتبذ فيها وهكذا نهى عن الدباء والدباء قشر القرع يزيلون القرع من وسطه ثم يجعلونه إناء فنهى عن ما ينتبذ في الدباء وهكذا نهى عن النقير وهو خشب النخل ينجر وينقر حتى يكون بمثابة الإناء وهكذا نهى عن المزفت وهو ما يطل بالقار والزفت فهذه الأشياء قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن أي ليكن من شأنكم أن تضبطوا هذا الحديث وأن لا يقع منكم تردد فيه قال وأخبروا أي حدثوا بهذا الحديث وأبلغوا هذا الحديث من وراءكم من الناس ففي هذا الحديث من الفوائد فضيلة قبيلة عبد القيس وفيه أن عبد القيس من قبيلة ربيعة وفي هذا الحديث الترحيب بالقادم وإظهار البشر والسرور بقدومه وفي هذا الحديث تطمين الضيف وبيانوا أنه لن يجد إلا الكرامة وفي هذا الحديث أن الإنسان ينبغي به أن يتزود حال غيبته عن العلم والفضل بما يكون سبباً لإقدامه على الطاعات في هذا الحديث التزام ما قد يكون بين الناس من أنظمة يتعارفونها وفي هذا الحديث اختيار القواعد التي تكون مؤثرة في سير الإنسان إلى الله تعالى ولذا قالوا أخبرنا بأمر فصل أي واضح المعالم لا نسأل عنه غيرك ونخبر به من وراءنا أي نحدث من وراءنا ويكون سبب من أسباب دخول الجنة وفي هذا الحديث بيانوا أن الإيمان قد يطلق على الإسلام وأن الإسلام يطلق على الإيمان وفي هذا الحديث وجوب المحافظة على هذه الشعائر الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيوم رمضان وإعطاء المغانم وأما النهي عن الشرب في هذه الأواني فقد ثبت نسخه في حديث عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الترغيب في حفظ ما يكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبيانوا أن ذلك من أسباب نشر الخير وانتشاره فيما بين الناس بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما محمد تسليما تسليما تسليما